طول عمر مصر الليها خصية كبيرة جدا في موضوع العقار ثقافة تملك العقار يعني طبعا عند المصريين حاجة كبيرة وقديمة في مصر الناس كتير بتحب انها تستثمر في العقار وتحفظ قيمة الفلوس بتاعتها وتحطها في عقار بس بصراحة مش اي طبعا عقار فيه شروط كتير قوي علشان الاستثمار بتاعك ده يزيد وما يقلش علشان كده معانا استاذ محمود جمال وزير قطاع تجاري بشركة دريم تاون اهلا وسهلا بحضرك اهلا بحضرك سيد دعاية اهلا وسهلا الثقافة فعلا دي موجودة عند المصريين هل فعلا الفلوس قيمتها بتزيد لما تتحط في عقار في البداية بس انا سعيد ان انا مع حضرتك يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا احنا مع حضرتك وفي قناة هي الحقيقة هو موضوع الاستثمار هو بيشغل كتير مننا وازاي نقدر نحافظ على قيمة الفلوس ودايما هو فيه ثلاث محاور دايما الناس بتفكر فيها اللي هو الاستثمار في الدهب الاستثمار في الدولار الاستثمار في العقار احنا بنقول ان دايما رقم واحد في الاستثمار هو العقار وده له اسباب يعني ليه العقار؟ لان العقار بيحفظ قيمة الفلوس وكمان فيه ميزة في العقار انه هو على المدى البعيد ان انا اقدر استفيد منه يعني حضرتك انا مجرد ما استلم الوحدة بتاعتي سواء العقار ده حاجة تجارية أو حاجة إدارية أو حاجة سكانية أن أنا ممكن أجر الوحدة بتاعتي فيدر علي عائد شهري أقدر أستفيد به غير كده أن أنا مع نهاية الفترة اللي أنا خلاص مش محتاج فيها العقار ومحتاج أن أنا أبيعه أقدر أبيعه واستثمر فبالتالي أنا كسبت في العقار مرتين كسبت فيه أثناء ما أنا كنت في الدخل الشهري اللي هو كان بيدخلها اللي هي العقار وفي المكسب في أن أنا فرق السعر اللي أنا أبيع به واستفيد وبالتالي أنا حفزت على إيمة الفلوس بالعكس أنا كمان أكسب وأكثر من العقار يعني العقار بقدر أستفيد منه مرتين في حين أن الدهب مثلا أو الدولار هو سعر متغير وفي نفس الوقت هي قيمة محفوظة على المدى البعيد يهو استثمار على المدى البعيد وبدر أستفيد منه غير مرة واحدة في قاعدة بيعه لكن العقار زي ما قلت لحضرت كده بقدر أستفيد منه مرتين لما أننا أجروا من خلال الدخل والعائد الشهري اللي بيجيلي أننا قدر ممكن أسد لو عليه لسه أصوات في العقار دوت أو أننا كمان لما جا بيعوا أبقى أنا استعافت بالفرق بتاع الفلوس طيب أي منطقة ولا يعني أي عقار الواحد بيشتريه ولا لازم يكون في شروط لما الواحد يكون هيشتري حاجة للإستثمار خليني أقول مبدئيا أن كل العقارات دايما فيها الميزة دي أن العقار دايما سعره دايما في زيادة لكن طبعا لما باجأ أختار مثلا فيه أماكن بقى ممكن تساعدني أننا المكسب دايب أزياد أو أكتر وأننا أقدر أستفيد بالقيمة بتاع الفلوس بتاعتي أكتر ده بيتوفر كمان في الأماكن المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة عامة زي القاهرة الجديدة زي العاصمة الإدارية العالمين الجديدة المناطق دي بيبقى فيها فرص إستثمارية أكبر لأن أولا هي منطقة مناطق لسه جديدة زي ما بتقول كده إحنا بناخد فيها أنا كمستثمر بشتري هناك أو صاحب وحدة بشتري في المنطقة وهي لسه بتبدأ وتحت الإنشاء مع مرور الوقت والزمن بفرصة أن القيمة بتاعت الفلوس تزيد بتبقى أكبر بكتير غير المناطق السكنية اللي بتبقى خلاص بنسبة كبيرة خلاص انتهى الموضوع وهي وصلت للمرحلة الكبيرة بتاعتها في الإستثمار هي بتزيد لكن معدل زيتها بتبقى أقل فدايما أختار المناطق الجديدة اللي هي فيها فرص إستثمارية مع الزمن بتبقى أعلى وكان ببقى فيها ميزة أن أنا أقدر أشتري بالإست فلما أشتري النهاردة عقار بالإست بقدر أستطيع أستطيع فيه مؤدم بسيط وأستطيع أستطيع على أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين في المناطق بتوصل لتأمان سنين وتسع سنين وجه بيع أنا ببيع بعد كده كاش فبقدر أستفيد كمان بالفرق فبتبقى نزها بفرصة الإستثمار فيها بتبقى أكبر طيب إحنا بنسمع أن مشروع بيت الوطن فممكن تشرحونا تمام هو منطقة بيت الوطن في التجمع الخامس هي من المناطق المميزة جدا في التجمع هي بتتميز بأكتر من حاجة هو أولا هي المنطقة كمان إن هي الطرح بتاع الأراضي فيها كان الطرح بالدولار يعني قيمة الأرض بالدفع بالدولار فده رافع من القيمة التسوقية بتاعت المنطقة حيث كمان منطقة بيت الوطن بتتميز بأن هي في موقع استراتيجي جدا في التجمع أولا هي بتتوسط مجموعة من الأماكن المميزة هي بتقع في منطقة بنسميها منطقة جولدون سكوير وده المنطقة دي أهم من مميزاتها أن هي بتحتوي على أكبر الكمبوندات الموجودة في مصر محاطة بمنطقة النوادي زي نادي الأهلي نادي الشرطة نادي الجزيرة كل النوادي دي بتبقى حوالي منطقة بيت الوطن منطقة بيت الوطن كمان تتميز إن هي قربها من العاصمة الإدارية الجديدة قربها من محور محمد بن زايد من طريق السويس فبالتالي هي قريبة من مصر الجديدة قريبة من نصر قريبة من شارع التسعين الشمالي شارع التسعين الشمالي مباشرة على منطقة بيت الوطن فدي ميزة في المنطقة المنطقة كمان في بيت الوطن فيها ميزة إن해 هي متقسمة التأثيم بتاعها الجهاز بصراحة جهاز القرار الجديدة يعني معدي اهتمام كبير في التخطيط بتاع منطقة بيت الوطن وهي مقسمة لتمن أحياء والبنية التحتية الجهاز أسنى دي البنية التحتية الأكبر للشركات المقلولات في مصر كمان بتتميز أن هي بها منطقة يمكن هي من أميز مناطق التجمع في الجزئ ده أن هي كمان البنية التحتية بتاعتها بها صرف مطر ودي حاجات من الحاجات الجهاز مهتم بها جدا دي دي مهمة أوي عشان دايما أن التجمع فيها مشكلة المطر دي دي مج teammates دي جهت في المناطق الأديمة في التجمع لكن مع المناطق الجديدة زي بيت الوطن والوتس الجديدة والأماكن والنرجس الجديدة الجهاز بدأ اتلاف النقطة دي وفعلا بدأوا يحلوها بشكل كبير جدا وزي ما قلت حكي كده يعني زي ما نشاهد في فيديو كده إن منطقة بيت الوطن فيها المحاور الرئيسية وزي ما قلت حكي كده هي التنظيم بتاعها ليها اشترافات بنائية موحدة ارتفعت واحدة كلها أرضي وثلاث أدوار فبالتالي إن أنا أقدر أخط في المنطقة يعني فيها كل الخدمات قريبا من كل الأماكن المميزة أنا مش حاسة أنها بعيدة عن أي حاجة كل الخدمات قريبة مني فده بيساعد كمان على إن إحنا نقدر ضغير إن إحنا كمان فيه تنوى وكمان هناك في اختيارات المساحات والشؤ